السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة وقد جعلت هذه الحلقة تحت عنوان أرض الصومال الصومال أرض الإسلام المنسية الصومال أرض الإسلام المنسية أحبتي في الله علمنا الله عز وجل في قرآنه إنما المؤمنون إخوة وعلمنا عز من قائل في قرآنه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وعلمنا نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم أحبتي في الله حلقة بعنوان الصومال أرض الإسلام المنسية أتكلم فيها عن وجع جديد من أوجاع المسلمين وأوجاع المسلمين كثيرة أسأل الله أن يعافي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كل ألم ووجع وضيق وكرب تكلمت في اللقاء الماضي عن أهلنا في سوريا وفي هذا اللقاء لا يمكن أبدا أن أنسى أهلنا في أرض الصومال لماذا الحديث عن الصومال الجواب نصرة لإخواني فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم نحن جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الصحيح المسلم أخ المسلم وقال المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا أتكلم عن الصومال لأنهم أهلي إخواني عرب مسلمون أهل سنة ووجعوا المسلمين في أي مكان وجعوا لي وألموا أي مسلم في أي مكان ألم لي ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم حديثي في هذه الضقائق عن الصومال لعل الله أن يفرج به قربة أو يزيل به غمة أو يكشف به بلاء وهم لعل أحد من إخواني يسمع هذه الكلمات فيرق قلبه فيدعو دعوة بجوف الليل فيغيثهم ربنا لعل واحدا من أصحاب الأموال يسمع هذه الكلمات فيرق قلبه فيساهم في حفر بئر يسقي الناس ويسكون منه أرضهم وتشرب منه مواشيهم فتأتي البركات وتنزاح القربات سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من نفس عن مؤمن كربة من قرب الدنيا نفس الله عنه كربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يا مسلمون يا أهل السنة يا عرب إخوانكم في الصومال يموتون في عسر شديد في عري شديد في موت رهيب في قربة عظيمة فرقوا كربهم يسروا أمرهم أطعموا جائعهم اسقوا الضمآن منهم داووا مرضاهم الله يا إخواني الواحد منا عندما يرى صور إخوانه في أرض الصومال ولعل بعضها يعرض علينا الآن الواحد منا لما يرى صور إخوانه في الصومال وقد أصبحوا جلد على عظم من شدة الجوع ومن شدة الضمأ شاء يدمى لها القلب شعب مسلم شعب الصومال عشر مليون كلهم مسلمون كلهم أهل سنة من أكثر الشعوب تمسكا بالإسلام من أكثر الشعوب حفظا للقرآن من أكثر النساء تمسكا بالحجاب ولذلك العالم الغرب المتحضر لا يبالي بيهم بل هناك مؤامرات من وراء مؤامرات عملت على إذابة هوية شعب الإسلام الصومالي وحملات تنصيرية من وراء حملات عملت على إخراج شعب الصومال المسلم من دينه إخواننا إخواننا هناك يعانون من احتلال إثيوبيا النصرانية المدعومة من أمريكا وإسرائيل يعانون من احتلال كينيا النصرانية المدعومة من أمريكا وإسرائيل ويعانون من حرب أهلية ويعانون من حرب أهلية طاحنة نفخ في نارها هؤلاء الذين لا يريدون أن يقوم للإسلام قائمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويموتون من الجوع مجاعة جاءت على الأخضر واليابس مناظر يندى لها جبين العالم جاءت المجاعة على كل المواش فقتلت وعلى كل الأرض الزراعية فأهلكت ومات آلاف وشرد آلاف وطرى العجب العجاب من العرب من يأكل ملء بطنه ويبحث عن المهضمات ويشكو من التخمة ويشكو من أمراض السمنة ويبحث عن الأدوية النافعة للرجيم وإخوانه جلد على عظم أنا أريد من إخواني يعني عرض بعض الصور صور غير متحركة ثابتة لنرى كيف وصلت المأساة في فضاعتها وفي شدتها وفي هولها فحديثنا في هذه الليلة عن إخواننا من الصومال لعل الله أن يفرش كربة بدعوة لعل واحد من أصحاب الأموال يتحرك فيرفع عنهم ما نزل بهم من بلاء وكذلك دفعني للحديث عن مأساة الصومال إنظار الأمة من حملات التنصير الرهيبة التي يتعرض لها أهلنا في الصومال ليلة والنهار والتي تقوم على قدم وساق انظروا أحبتي في الله إلى ما فعلته المجاعة بأولادنا هناك جلد على عظم انتشرت الأمراض وانتشرت الأوبئة واشتدت المجاعة ونزل الموت والهلاك وإنا لله وإنا إليه راجعون والعالم الإسلامي في غفلته نسي أن في الصومال عرب نسي أن في أرض الصومال مسلمون وإنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر سبحان الله كذلك نتحدث في هذه الليلة المباركة عن الصومال حتى نستشعر نحن فضل الله علينا فنشكره أتساءل بما تحلم يا طرى يحلم بشربة ماء أو كوب حليب أو كسرة خبز مات ما لا يقل عن خمسين ألف طفل دون الخمس سنوات تخيل أن هذا الولد ولدك أنت يشرف على الموت يجود بروحه وأنت تملك مليون أو عشرة ملايين أتدفعها حتى لا يهلق ولدك ينبغي أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك وأن تعتبر أبناء المسلمين كأنهم من أبنائك وأنت مسؤول بين يدي الله غدا عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته لما نشوف هذه المناظر نستشعر نعمة الله علينا ونحس بفضل الله علينا ونعرف أن الله عز وجل أولانا بالكثير من الفضل وبالكثير من النعم ما هي قصة الصومال احكيت الصومال معظم الشباب لا يعرفون أن الصومال بلد عربي أصلا احنا مع القورة ومع الألترس ومع الدوري والكاس وكاس الأمم وكاس الكؤوس وكاس العالم احنا فضيين في شباب بالملايين من شباب العرب لا يعرفون أصلا أن الصومال أرض عربية إسلامية الصومال في سطور تقع في الشرق الإفريقي أو القرن الإفريقي ولها ساحل طويل على المحيط الهندي طوله 2160 كم مربع وساحلها الشمال يطل على خليج عدن جنوب البحر الأحمر موقع استراتيجي يطل على باب المندب يحدها غربا إثيوبيا النصرانية المدعومة من أمريكا وإسرائيل ومن الشمال جبوتي ومن الجنوب كينيا المدعومة أيضا من أمريكا ومن إسرائيل مساحتها ستة مليون وسبعة وثلاثين ألف كيلو متر مربع تقريبا عدد السكان عشر مليون كلهم مسلمون كلهم من أهل السنة اللغة الصومالية والعربية واللغة الرسمية اللغة العربية والصومال عضوا في جامعة الدول العربية وماذا فعلت جامعة الدول العربية لشعبنا في الصومال اجتمعت في لبنان في مؤتمر القمة سنة 2002 وقالت هندفع 56 مليون دولار للمساعدة في حل أزمة الصومال ولم يصل منها دولار واحد إلى أهل الصومال لم يدفع أصلاً دولار منها واحد لإغاثة أهل الصومال ألم أكن لكم هذه الجامعة العربية تذكرني بمتحف الشمع تجمع مجموعة من الممياوات من التماثيل يا ليت هيئة الآثار في مصر تضمها إلى الآثار المصرية وكل سائح يأتي عندنا لزيارة متحف التحرير نأخذه في زيارة سريعة إلى متحف الشمع المسمى بجامعة الدول العربية الحرف المهن في الصومال 75% من شعب الصومال يعمل بالرعي والباقون يعملون بالزراعة والبقية الباقية تعمل بصيد الأسماك نسبة الأمية في الصومال 75% احتلت من البرتغال واحتلت من فرنسا واحتلت من انجلترا واحتلت من إيطاليا واحتل بعض أجزائها من كينيا ومن إثيوبيا فلما خرج الاحتلال ترك البلد لديكتاتور لبر سياد بري ديكتاتور ولذلك 75% من شعب الصومال يعانون من الأمية ولا حول ولا قوة إلا بالله أرضها منبسطة فيها غابات ضئيلة في جنوبها نهران ثرواتها أعظم ثروة فيها المراعي الطبيعية تغطي 50% من أرض الصومال ولذلك هي من أغنى الدول في الثروة الحيوانية ومن أغنى الدول في الثروة السمكية شفت خرط الصومال تقريبا 90% أو 3 تربع الصومال يطل على البحار مساحة كبيرة تطل على المحيط الهندي وشمال الصومال يطل على جنوب البحر الأحمر كل الحدود تطل على بحار عدا حدودها التي تطل على داخل القارة الإفريقية وتشاركها فيها كينيا وجبوتي وإثيوبيا ولذلك عندها ثروة سمكية هائلة وموقعها استراتيجي فعلا وخطر جدا ولذلك طمع فيها أعداء الإسلام منذ زمان بعيد شايفين الصومال حدودها تلت تربح حدودها تطل على بحار غنية بالثروة السمكية موقع استراتيجي رائع يسيطر على المدخل الجنوب للبحر الأحمر ولذلك طمع فيها أعداء الإسلام من المستعمرين منذ أمد بعيد أول من احتل أرض الصومال من دول أوروبا البرتغال دخلت البرتغال بجيوشها إلى أرض الصومال في القرن السادس عشر الميلادي فضمروا المدن الساحلية وهجروا أهلها وأبادوا الشباب وفعلوا الأفاعيل غير أن الله عز وجل أعان إخواننا في الصومال وقاوموا هؤلاء المجرمين وانتصروا عليهم وقتلوا قائدهم كريستوفر أو كريستوفر ديجامة أخو فاسكو ديجامة ببرتغال أتلوه وانتصلوا على البرتغال وضحروهم وتراضوهم والحمد لله رب العالمين وفي أواخر القرن التاسع عشر زي بقية دول الإسلام احتلتها أنجلترا وفرنسا وإيطاليا أسموا الدول العربية والإسلامية عليهم دخلت فرنسا الصومال سنة 1862 ودخلت إيطاليا جنوب الصومال 1881 ودخلت أنجلترا شمال الصومال سنة 1883 يعني إيه؟ يعني الصومال تقطعت تمزقت بين ثلاث دول محتلة تنهى بالثروات إنجلترا خدت حتة إيطاليا خدت حتة فرنسا أكلت قطعة ثم سلمت إنجلترا بعض مناطق الصومال لإثيوبيا ولكينيا كأن الصومال تقطعت بين خمسة دول إنجلترا فرنسا إيطاليا إثيوبيا كينيا نعم وبعدين أعطت إنجلترا لإثيوبيا جزء من أرض الصومال ولكينيا جزء من أرض الصومال كما فعلت مع أهلنا في فلسطين من اللي جاب اليهود أرض فلسطين أو ليست إنجلترا أو ليس وعد بلفر نفس الجريمة نفس الجريمة فعلتها إنجلترا في الصومال أعطى من لا يملك لمن لا يستحق وبعدما خرج الاحتلال دارت حروب بين أهلنا في الصومال وبين إثيوبيا المحتلة حرب وحرب وكاد أهلنا في الصومال أن يحرروا كامل الأرض حرروا 90% من أرض الصومال المحتلة تحت يد إثيوبيا إلا أن إثيوبيا استعانت بأمريكا واستعانت بالمعسكر الشيوعي كذلك بعثت لها كوبا 25 ألف جندي وبعثت روسيا وحدات وألمانيا الشرقية واليمن الجنوبي الشيوعي وقتها ساعد إثيوبيا النصرانية ضد الصومال المسلمة وليبيا ليبيا القزافي وقتها ساعدت إثيوبيا النصرانية في حربها ضد المسلمين في الصومال معسكر الشيوعي كله وقف مع إثيوبيا ضد الصومال أمريكا كانت خارج المسألة إنما هي روسيا وكوبا وألمانيا الشرقية واليمن الجنوبي وقت أن كان شيوعيا وليبيا في زمان المجنون القذافي وبعد اندحر بعد أن كاد أن يندحر جيش إثيوبيا جاءت الإمدادات فعاد أهلنا في الصومال إلى ما كانوا عليه ولم يحققوا آمالهم ولم ينتصلوا انتصارا يرجونه في هذه الحرب وبعدين خرجوا خرجوا لكنهم تركوا في الصومال نزعات قبلية وصراعات وشجعوا أمراء الحرب وانتشرت حروب ضمرت آلاف وشردت مئات الآلاف إلى أن جاءت المحاكم الإسلامية ولما كاد الأمر أن يستقر وعلم أنها ستحكم في أرض الصومال بشريعة الله عز وجل قادت أمريكا حملة عسكرية ضخمة على الصومال ووصلت إلى مقدشيو سنة 1992 جيش أمريكا دخل 1992 دخل الصومال جيش مكون من 38 ألف مقاتل من أمريكا ومن عدة دول 28 ألف من الثمانية وثلاثين ألف قوات أمريكية وبقيت العشرة آلاف من تسع دول مختلفة طب أمريكا دخل ليه ما أهل الصومال خلاص كادوا أن يتوحدوا وبلد عربي وبلد إسلامي وكلهم أهل سنة وماذا يدير أمريكا أن تحكم الصومال بالشريعة الإسلامية دخلت ليه من أجل إجهاض الجهود التي يبذلها الإسلاميون من أجل إقامة دولة إسلامية تحكم بقال الله قال رسوله هكذا صرح نائب وزير الخارجية الأمريكية وقتها اسمه هرمان كوهين عم كوهين قال إن وجود القوات الأمريكية في الصومال رسالة لكل المنطقة حدش يفكر يحكم بالشريعة الإسلامية دي رسالة لكل أهل المنطقة وكان قائد العمليات الأمريكية يتنافس مع بعض القادة الصوماليين في كيفية القضاء على كل الحركات الإسلامية على أرض الصومال بوش الأب زار القوات الأمريكية في الصومال في ليلة عيد الميلاد وخطب فيهم وقتها وقال إن الجنود الأمريكيين يقومون في الصومال بمهمة في سبيل الرب تعرفون أن بوش الأب وبوش الإبن كان صليبي حاقد قالوا أنتوا هنا في سبيل الرب واستحبوا معهم إرساليات تنصيرية وحملات تنصيرية ودخلوا لينزعوا كل أسلحة الصوماليين ودمروا الكثير منها وحذروا استيراد الأسلحة على أهلنا في الصومال وبعدين وبعدين حصل خلاف بين القوات الدولية بقيادة أمريكا وبين المؤتمر الصومالي المتحد الحاكم بقيادة عيديد فكتل العشرات من الأمريكان المقومة الصومالية قتلت العشرات من جيش أمريكا الباسل في الصومال وسحلوهم وصورت كاميرات الدنيا وعرد هذا فقامت قائمة الناس في أمريكا على الحكومة الأمريكية وقتها فاضطروا للإنسحاب مخذولين لكنهم ضربوا وقسفوا بعنف فقتلوا المئات وشردوا الآلاف وخرجوا مهزومين مضحورين مخذولين ولذلك لم ينسوا ذلك لأهل الصومال يتركونهم يموتون جوعا لا يبالون بهم لم ينسوا ذلك وهل سكتت أمريكا بعد ذلك لا دعمت إثيوبيا بالسلاح وقفت معها سياسيا دعمتها مخابراتيا وجعلت إثيوبيا تقاتل أهل الصومال بالنيابة عنها فدخلت إثيوبيا إلى أرض الصومال ودخلت كينيا إلى أرض الصومال ودارت رحى الحرب هناك فاجتمع على إخواننا في الصومال الموت بسبب القسف الإثيوبي الكيني والموت بسبب حرب الأهلية وده أمر عجيب جدا والأب والموت بسبب طبعا حرب أهلية يكودها أمراء الحرب مدعومون من إسرائيل بعضهم من إثيوبيا بعضهم اجتمع على أهلنا في الصومال الموت بسبب احتلال كينيا وإثيوبيا بسبب حرب الأهلية بسبب المجاعة الرهيبة التي قتلت عشرات الآلاف إلى الآن عشر مليون صومالي مهددون بالفناء مجاعة بقالها عشرين سنة مجاعة جاءت على الأخضر واليابس أكثر من تمانين في المئة من الزراعة أتلفت راحت بسبب الجفاف المواشي والدولة أتلق خمسة وسبعين في المئة منهم شغلتهم رعي الغنم والأبقار تسعين بالمئة فانيت وعدم الناس الماء والطعام واجتمع عليهم المرض مع البرد وجاء الموت من كل مكان وبعدين وبعدين هناك حملات التنصير لازم تعرف يا مسلم أن العالم فيه أربعة وعشرين ألف وتمنمية وخمسين منظمة تنصيرية في العالم بتقول يا عم الشيخ اسمع الرقم تاني العالم فيه أربعة وعشرين ألف وتمنمية وخمسين منظمة تعمل على تنصير المسلمين والخمسة وعشرين ألف منظمة تنصيرية في العالم تقريباً أكثر من عشرين ألف منظمة من الخمسة وعشرين ألف دول يغلفون شغلهم بالخدمات بالعلاج بالتعليم يعطيه جوال دقيق ويقول هذا من عند الرب يسوع أخرج من الإسلام وآمن به ماذا فعل لك محمد ماذا فعل لك ربه ماذا فعل لك المسلمون ما أغاثك إلا الرب يسوع ما أغاثك إلا الصليب هكذا يقولون يوجعون على الأولاد الأطعمة ومعها صلبان قتب التعليم وفيها دعوات للتنصير حملات تنصيرية رهيبة على أهلنا في أرض الصومال وعلى اللاجئين من أهل الصومال في الدول المجاورة أيضا يعمل في هذه المنظمات أربعة وسبعين ألف منصر ومنصرة يا سلام بقى جماعة منصرين دول جاي من أمريكا ومن إنجلترا وفرنسا وسويسرا وهولندا الواد لبيض الحليوة دي والبت البيضة دي المؤصة دي سيب الطرف والتكييف والدلع كله وجاية في الصومال في كينيا في الغابات في القوع في الحر عشان تنشر باطلها أيوة وماذا فعل المسلمون في سبات عميق الصومال بين نشاط المنصرين وغفلة المسلمين من أمرها يوجع القلب هذه المنظمات عمل ألف وتسعمائة محطة تنصيرية في أكتر من دولة وكل محطة تنطق باللغة المحلية ليل نهار حتى مصر طالها من سمومهم ما طالها قنوات المشبوهة التي تسب الله وتسب رسول الله وتطعن في القرآن علنا كل يوم نعرف أن الذي يتكلم مشلوح أو الذي يتكلم يتكلم من محطة خارج الحدود هذا شغل منظم على مستوى العالم وهذه المنظمات تدعمها دول بمليارات الدولارات سنويا احتلت إنجلترا شمال الصومال وجاءت بالمنصرين وكذا فعلت فرنسا وكذا فعلت إيطاليا ثم انتبه العلماء من أهل الصومال إلى هذا فقام السيد محمد بن عبد الله حسن ينبه الناس إلى خطر هؤلاء ضد هذه الإرساليات في وقت احتلال إنجلترا للصومال فحملوا السلاح ضد هذه الإرساليات والمدارس التنصيرية وتراضوهم خارج أرض الصومال وإلى الآن تأتي المنظمات معها الدقيق والعلاج والدواء والماء وتبني الكوخ من الخشب وتأتي بالثوب الجميل ومعه نسخة من الإنجيل ومعه دعوة إلى التنصير ومعه شبهة يلقون بها في صدر المسلم ضد الإسلام والناس يموتون جوعا المنظمات الإسلامية عملت واشتغلت واشتهدت وحفرت آبار وجاءت بدعاء وعملت وعملت فاستفزت المنظمات التنصيرية أمريكا على المنظمات الإسلامية التي تغيث المسلمين في القرن الإفريقي فخرجت أمريكا تزمجر هذه المنظمات الإسلامية تدعم الإرهاب أغلقوها أغلقوها فأغلقوها كما أغلقوا مؤسسة الحرمين التي كانت تفعل وتغيث وترك المجال واسعا للمنظمات التنصيرية تفعل ما تشاء في القرن الإفريقي وتخرج إخواننا إن استطاعت والله خاذلها إن شاء الله تحاول أن تخرجها من النور إلى الظلمات وأهلنا في الصومال يعانون الأمرين موت من قصف إثيوبيا وكينيا موت من الحرب الأهلية التي تنفخ في نارها إثيوبيا وكينيا ومن وراء هؤلاء إسرائيل وأمريكا أمية بنسبة 75% بلد ممزق أرض محتل جوع مرض وباء برد غفلة المسلمين والعرب عنهم نهاردة الصومال مقسمة حتى بين أهلها إلى ثلاث أجزاء بونتلاند وهذا جزء سيطر عليه بعض أمراء الحرب وعملين علاقات مع إسرائيل جمهورية أرض الصومال حتى جمان وأصبحت مقدشيو العاصمة تمثل ما بقي من أرض الصومال الأم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب إخواننا في الصومال محتاجين إيه يحتاجون إلى مليار وستمائة مليون دولار هكذا قالت هيئة الأمم وهكذا قالت الهيئات العالمية للإغاثة قالوا شعب الصومال ده عشان يقوم عشان يخلص على المجاعة وعلى المرض وعلى كذا وعلى كذا يحتاجين بس مليار وستمائة مليون دولار الأم المتحدة زعمت إنها جامعت نصف المبلغ بالكاد والمملكة العربية السعودية مشكورة تبرعت بستين مليون دولار وأمير الكويت تبرع بمليون وعمل حملة في الكويت وفي قطر وفي كذا برضو لم يجمع المبلغ كله مليار وستمائة مليون أنا بسأل يعني إيه مليار وستمائة مليون عشرة مليون مسلم بيموتوا ده احنا بنعرف في بلاد العرب اللي سرق خمسين مليار واللي سرق ستين مليار والأمير اللي عنده متين مليار واللي الزعيم اللي عنده سبعين ثمانين مليار فيش واحد من الأشاوس دول يتبرع باتنين مليار ده احنا تلاتة وعشرين دولة عربية ده لو كل دولة عربية باعتت عشرة مليون خمسة مليون هنحل نص المشكلة يا راجل ده احنا الملياردير الأول على مستوى العالم عربي والملياردير الثاني عربي والتالت يا راجل هو احنا يا فقراء ده انا قرأت من فترة طويلة ان اقول ايه امير عربي امير عربي سافر الى انجلترا فتبرع بخمسة مليون جنيه استرليني لحديقة حيوانات انجلترا شوف بقى انت جنيه استرليني بكم جنيه مصري وشوف خمسة مليون جنيه استرليني يعملوا كم مليون يا راجل هل لا سويت بين اخوانك في الصومال وبين حيوانات انجلترا هتقوله ربنا ايه اين حمرة الخجل اين الحياء من الله عز وجل اوليس ربنا قد قال انما المؤمنون اخوة اوليس نبينا صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم اخوك بيموت اخو الجلد على عظم اولاد اخوانك بيموتوا يموتون وانت راح تتبرع لحذكة حيوانات انجلترا هتقوله ربنا ايه بل سمعت عن ملياردير عربي ومع الاسف فلسطيني مع الاسف اشترى حطام سيارة ديانة ديانة التي ماتت مع دود الفايد اشترى حطام سيارة ديانة بخمسة مليون دولار طيء السيارة المحطمة شفت التفاهة والهيافة واخوانه يموتون جوعا على ارض فلسطين واخوانه يموتون جوعا وبردا وعلى ارض سوريا واخوانه يموتون جوعا والله على شربة ماء احيانا والله على كسرة خبز احيانا ومشاهد لم يعرض كلها لان فيها مشاهد يندى لها الجبين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم احنا مش عايزين نعود نطعم اهلنا في الصومال احنا عايزين نعلم مشاريع تنموية في الصومال عايزين نحل المشكلة من جزورها في ارض الصومال كيف يكون هذا سأفصل فيه بعد استقبال هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله بركاته تفضلي لو صحتي يا شخص مصعد انا عندي سؤال معرفته اوضحه في حلقة الفتاو معلش اتفضلي متقدم ليه شخص شغال في شركة بتخرج كروض للمشاريع الصغيرة وهو شغال في شؤون العاملين بعيد عن الكروض هل دايبقى حلال ولا حرام معلش يا معذريني اعيد السؤال مرة اخرى متقدم ليه شخص شغال في شؤون العاملين في شركة بتخرج كروض للمشاريع الصغيرة فهل دايبقى داخله حلال ولا حرام حدله يعني ولا لا لان انا معرفته اوضح في حلقة الفتاو لا يوجد اي عمل للشركة الا هذا فقط طيب حاضر شكرا نسيت باركو شكرا تصال يا شباب السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا مصطفى عقيد للسكندرية مع السيادة كمال أهلا شيخ مصطفى أهلا شيخ مصطفى أهلا شيخ مناور الله الفضيات ربنا يزيدك علم ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة يا رب وإياك والله يا شيخنا ما نعرات الصمال إلا يعني ما جاع مسلم إلا بمعنى أخي المسلم من زكاة المال أو زكاة الأفراج نعم فحضرتك يعني ربنا يزيد كل خير ما بيكلم في أي موضوع يعني بسم الله ما شاء الله بتوصل معلومة لكل عامة المسلمين يا ريت حضرتك اللقاء القادم يكون عن زكاة المال فضل زكاة المال لأن كتير من المسلمين اللي قاتوا فضلت الشيخ ما فيش ما بيغضوا وخرجوش زكاة المال وللأسف يعني زي ما حيب قلت الأسف يعني برضو فيه في الدول الإسلامية ناس بتربي قطط وكلاب بتصرف عليها فلوس يعني سبحان الله ومعنى رف السومال يعني بيبقى دقل من يا ريت حتى الفضلت الشيخ اللقاء القادم بتتكلم عن زكاة المال حاضر نعم ألا تعرف أن هناك دول فيها فنادق للكلاب نعم فندق للكلاب فنادق للكلاب ومقابر خاصة للكلاب أنا أسمع أسمع وأسمع أنهم أليهم بصبورات كمان ما شاء الله حاجة عظيمة قوي يعني يعني فضلت الشيخ يا ريت بس توضح الحاجات للناس ولا تنسانا مصالح بعقوة دعاة لبنتي سالمة رباني حفظها جزاك الله كل خير يرضى عنك وبرشك في أولادك ويخفر لي ولك أساك الله خير السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته إذا كشفنا أهلا وسهلا ربنا يبارك فيك يا رب ويجعاج لك النصر للإسلام إن شاء الله يا رب وإياك والله الواحد يعني حزين هو والله على أخواتنا في الدول الإسلامية جميعا والله مش مش استمال بس والله يعني الواحد حزين والله عايز يفتدي بدم وكذا لأجل الإسلام والله ربنا يفرج الكرب إن شاء الله أسأل الله على فرد الله ينتب منهم والله الواحد نفسه روح يجاهد كده في سبيل الله في سوريا في الدول دي كلها والله اللهم ينتقم من بزار الأسد ربنا ينتقم من هذا المجرم أعيز يعني يامل أي حاجة والله لنصرة الإسلام والله لا تنسى إخوانك على الأقل من الدعاء وتبرع بما استطعت لأهلنا في الصومان وأول ما يفتح باب للتبرع لأهلنا في سوريا سيرى العالم كم سيبذله أهل مصر لنصرة إخوانهم هناك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم تفضل بس خارج الحالم تفضل بقول لك يا شيخ حرام حرام يعني لما سلم على على خلت وقبلها يعني حرام تسلم على خلتك خلتك أمك إنها مرة خلتك أجنبية يا ابني خلتك زي أمك بالضبط يعني حرام هو ينفع تسلم على أمك ولا ما تنفعش ينفع خلص خلتك زي أمك إنها مرة خلتك زي أجنبية لا تخلو بها ولا تلمزها بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم بارك الله فيك واجعل هذا العمل الخير في ميزان حسنتك إن شاء الله يا رب وإياك وجمعنا الله وإياك مع النبيين والصدقين والشهداء وحسن ولا إقرا فيك إن شاء الله بالله عليك يا أخي مسعد ينوبك فينا سواب إلهي خليك يا أخي شوف على إن نصر الله قريب إن شاء الله إن شاء الله اعلم أن الحبل إذا اشتد واشتد واشتد فقد أوشك أن ينقطع وأن الليل إذا اشتد ظلامه فقد أوشك الفجر أن ينبلج نوره وأن طلق الولاد إذا حمي وحمي وحمي على المرأة فقد أوشك أن يخرج للدنيا الوليد ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فورجت وكنت أظلها لا تفرجوا هذا ابتلاء للأمة هذا تمحيص للأمة هذا زلزل للأمة حتى يخرج المسلمون الصادقون كالذهب براق لامع يأخذ بالأبصار بعد أن يدخل في نار المحنة والفتنة ابتلاء لكل مسلم ادفع لإخوانك ساعد إخوانك ولو بدعوة اتقوا النار ولو بسق طمرة أنت مسؤول هذا ابتلاء لي ولك ولكل مسلم لكن أمة الإسلام منصورة ودين الله غالب والمستقبل لهذا الدين والله العظيم والله سيدخل هذا الدين في كل بيت مدر ووبر بعزة عزيز أو بذل ذليل هذا موعود النبي محمد وهذا ما بشرنا به رب العالمين لكن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله يصل بارك الله فيك الله يرضى عنك وعلى المسلمين جميعا يا رب بجزاكم الله خير أتكنك الله الفردات الأعلى الله يرضى عنك لا تنسى الدعاء لإخوانك في سوريا والصومال وفي أرض فلسطين إسرائيل عملة عربد والمستوطنون يريدون تدنيس الأقصى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله نستأنف بارك الله فيكم نحن نحتاج حتى تعود الحياة لأهلنا في الصومال إلى حفر آبار للمياه إخوانا في لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب بدأت فعلا مشروع حفر خمستاشر بئر في أرض الصومال فعلا البئر الواحد بيتكلف ستمائة ألف جنيه يعني يتكلف مئة ألف دولار كل بئر لكل عشرة آلاف مواطن يعني عايزين نحفر آبار فيخرج منها الماء فيشرب الناس ونغيث الأطفال ونزرع الأرض وتشرب المواشي وتنهض الناس الماء هو الحياة قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي الماء الحياة البئر بيتكلف مئة ألف دولار وما مئة ألف دولار بالنسبة لأغنياء العرب وبالنسبة لأغنياء المسلمين أنا أخاطب كل ملوك العرب أخاطب كل أمراء العرب أخاطب كل أصحاب المليارات والملايين والآلاف والمئات من العرب ومن المسلمين أغيثوا إخوانكم أنا بسأل سؤال يخوانا لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاف المناظر دي وأرجو من أخوة ياسي ليعرضها تاني الصور دي لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايش وشاف المناظر دي ظنكم كان هيعمل إيه هيدعو وبس يخطب قمع ويروح والله لما هنأ له العيش والله لا كان هيعرف يأكل ولا هيعرف يشرب إلا إذا انزاحت الغمى عن إخوانه والله كان سيؤثرهم على نفسه وعلى ولده وعلى زوجه اقرأوا سيرة النبي محمد وتعلموا يا قادة تعلموا يا ملوك تعلموا يا أمراء من حال النبي عندما كانت تنزل كارثة على إخوانه من المسلمين هذا الرجل يموت ويشكوكم إلى الله عز وجل هؤلاء الأطفال عار إنه يموت عشر مليون مسلم من القوع وإحنا غرآنين في الكبسة ونبحث عن المهضمات عار والله ماذا سنقول لله عز وجل يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه رواه مسلم لما جاءه قوم من مضر يلبسون العباء ويلبسون النمار ممزقة هدوم أديمهم أطعهم رأعة وحالتهم يرثى لها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعر وجهه زعل وشحمر ثم قال يا بلال أذن فأذن بلال فاجتمع الناس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الآية ثم قرأ آية الحشر وفيها يا أيها اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الآية ثم قال تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من ثوبه تصدق رجل من صاع بره تصدق رجل من صاع تمره إلى أن قال اتقوا النار ولو بشق تمره أغيثوا إخوانكم ولو بثمن رغيف خبز ورب درهم سبق مئة ألف اتقوا النار إن لله وإنا إليه راجعون اتقوا النار ولو بشق تمره فجاءه رجل من الأنصار بصرة كادت تعجز كفه عن حملها ثم تتابع الناس فتهلل وجه النبي لما رأى الإحساس عند المسلمين إنه لسه ممتش لسه في مسلمين عندهم إحساس يتعلمون لآلام المسلمين هذا يأتي بطعام هذا يأتي بمال هذا يأتي بثياب فتهلل وجه النبي كأنه مذهبة كأنه حت الدهب تبرق تلمع ثم قال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث النبي هل كان يشبع والمسلمون يجوعون هل كان يشكو من التخمة ويبحث عن حد يعمله رجيم أو يقول له الدين العصير بس الدين ضايت الله يخليك الدين بس المياه الغازية ضايت الله يخليك عشان بس لا النبي في غزوة الخندق ربط الحجرين على بطنه جاءه أحدهم يقول يا رسول الله اشتد الحصار نفذ الطعام نكاد أن نهلك لقد ربطت على بطن الحجر فرفع النبي ثوبه للرجل فإذ به قد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع يأخذ في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة في نحر الظهيرة فوجد أبا بكر ووجد عمر في وقت لا يخرجان فيه ولا يخرج فيه الناس عادة قال ما أخرجك يا أبا بكر الآن قال الجوع والله ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله وأنت يا عمر والله ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك في هذا الحر قال والله ما أخرجني إلا الجوع يطعم الناس ويجوع هو يكسو الناس ويلبس المرقع إنه كانت كريمه بس لا ده كان أعظم من يؤثر على نفسه أعظم من يؤثر على نفسه فيعطيك وهو محتاج ويطعمك وهو جائع ويكسوك الجديد ويلبس القديم جاءته أنصارية قالت يا رسول الله ثوب جديد أحبوك به قلبية جديدة هدي مني لك يا رسول الله نفسي تلبسها فأخذها محتاجا إليها فلبسها وجلس بين أصحابه فقال أحدهم ما أحسنها وأجملها أعطينيها يا رسول الله لو تديني القلبية الحلوة يا رسول الله ألو فنعم إذن ودخل إلى بيته وخلع الثوب الجديد الذي لم يلبسه إلا ثواني ولبس القديم وجاء بالثوب الجديد ليعطيه لصاحبه فعتب بعضهم على الصحابي والنبي في بيته قبل أن يأتي ما الذي فعلت تراه أخذه محتاجا إليه وأنت تعلم أنه ما سئل عن شيء ومنعه قال والله ما طلبته إلا لأتكفن فيه وقد مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه يأكل الناس ويمر عليه هلال من وراء هلال من وراء هلال ولا يأكل طبخة لا يوقت في بيته نار طعامه على الأسودين الطمر والماء وفن وفن لما حد من جيرانه يهدي له كوبا من لبن دن بمحمد يا ملوك العرب دن بمحمد يا أمراء العرب دن بمحمد يا أصحاب المليارات يا عرب دن بمحمد يا أصحاب الملايين يا عرب واحد عنده سيارة واثنين وثلاثة واربعة وديب نصف مليون وديب ربعمائة ألف وديب مليون والناس يموتون من الجوع ماذا ستقول لربك غدا يا ملوك العرب يا رؤساء العرب يا أمراء العرب قطعتم جبال الدنيا وصنعتم منها رخام لقصوركم هذا قصر في ولاية كذا هذا قصر في كذا هذا قصر في كذا وبعض القصور تنزلون فيها ساعات وأيام والناس في الطل في الشارع لا يجدون كوخا يؤيهم ماذا ستقولون لله غدا كيف فعل عمر في عام الرمادة لما جاءت المجاعة حرم عمر على نفسه أكل السمن واللحم وكان يأكل الخبز والملح فكان بطنه يقرقر فيضرب عليها ويقول قرقري أو لا تقرقري ليس لك عندي إلا الملح والزيت والله لن يشبع عمر حتى يشبع جياع المسلمين عمر أمر أن يذبح في كل يوم جزور وفي يوم جاؤوه في طبق بكبد الجزور وسنام الجزور وهما أطيب ما في الجزور قال بخن بخن ما هذا قالوا الكبد والسنام من الجمل الذي أمرت بذبحه للغلابة قال وكل الناس يأكل منه قالوا لا هذا لك أيها الأمير حاجة سبيشيل كده لك يا ريس هذا لك أيها الأمير قال بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وتركت للناس كراديسها يعني العظم والقلد والشحل هذا عمر نظرت ابنته حفصة في وجهه في المجاعة فرأته أصفر جائع قال الطعامك عندي يا أبي فجاء الأمير الذي يحكم نصف العالم القديم جاء إلى بيت حفصة فوضعت طبقا واحد أمامه ده احنا بنشوف موائد على المائدة عشرين خروف تلاقي مائدة عليها جمل جمل مربعك جمل ما هذا البزخ والطرف ولا حول ولا قوة إلا بالله فوضعت طبقا واحد بين يدي عمر رضي الله عنه فقال ما هذا يا حفصة قال الطبق فيه مرق هشمت عليه رغيفا وجعلت شيئا من ملح والزيت قال بخن بخن أدمان يعني دسمان المرأة دسم والزيت دسم أدمان في طعام واحد والناس يموتون من الجوع والله لا يأكل مثله حتى يشبع جياع المسلمين هذا فعل النبي هذا فعل الصحابة عايزين عربي غاني يعمل زي عثمان الذي اشترى بئر رومة وهبه المسلمين أو ما يقدرش كل ملك عربي وكل أمير يحفر مئة بير على حسابه إيه مئة ألف دولار وتبع صدقة جارية ينزل إلى قبره والناس يشربون ويدعون له دا الله ينفعك أيها الغني أيها الكبير يا صاحب الأموال يا أغنياء العرب إخوانكم يموتون جوعا وأنتم مسؤولون غدا بين يدي الله ارحموهم فالنبي قال من لا يرحم لا يرحم وقال الراحمون يرحمهم الرحمن وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وأيها المرضى الأغنياء داووا مرضاكم بالصدقة أحيوا هؤلاء فربنا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وأختم في نصف دقيقة بحديث كدسي يخلع القلب مشهور وصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يعني يوم القيامة لبعض الناس عبدي استطعمتك فلم تطعمني قال كيف ذلك وأنت رب العالمين ما بتقولش يا رب قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعم أو ما علمت أنك لو أطعمته لو وجدت ذلك عندي الصمال بيستطعمون عبدي استسقيتك فلم تسقني كيف هذا وأنت رب العالمين استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أو ما علمت أنك لو فعلت لوجدت ذلك عندي عبدي مرضت فلم تعدني كيف هذا وأنت رب العالمين مرض عبدي فلان فلم تعد أو ما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده أسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا في أرض الصومال وأن يغيث إخواننا في أرض سوريا وأن يغيث إخواننا في أرض فلسطين وأن يجعل مصر أمنا أمانة وسائر بلاد المسلمين اتبرع أنا آسف سيد ياسر اتبرع عبر حساب رقم اثنين من الشمال اليمين اثنين ستة واحد تلاتة ستة تلاتة بنك فيصل لإسلام فرع القاهرة أو لجنة الإغاثة الإنسانية لنقابة الأطباء واللي عايز يتصب الكنترول يملهونه إن شاء الله أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضل